بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء العملي لشرح المسائل لمقرر مقاومة المواد واختبارتها معاكم الدكتور أمير بن محمد القسنطيني نواصل مع شرح المسائل المرتبطة بالمحور الرابع والذي بعنوان تورجين ونواصل مع شرح المسألة الثانية معطى هنا هذا المجوف المسلط عليه تورك بقيمة 2400 نيوتن متر وممسوك من الجهة الثانية وهذا المجوف لديه قطر خارجي بقيمة 60 ملي متر وقطر داخلي بقيمة 40 ملي متر مطلوب في السؤال الأول حساب المكسيموم شير استرس ومطلوب في السؤال الثاني حساب قطر السوليد شافت لو كان عليه نفس الشيرينج استرس المحسوب في الجزء الأول مطلوب حساب كم قيمة القطر لو كان صوليد شافت وليس مجوف المعطى هنا تورك 2400 ملي متر طبعا الانسايد دياميتر 40 ملي متر والاوت سايد دياميتر 60 ملي متر فيعطينا نص القطر الأول سي وان بيكون 20 ملي متر ونص القطر الخارجي سي تو يساوي 30 ملي متر نطبق قانون المكسيموم شير استرس تاو ماكسيموم تساوي تي سي على جي مع العلم أنه في المجوف البولر مومنت جي يساوي باي ضرب نص القطر الخارجي أس أربعة ناقص نص القطر الداخلي أس أربعة الكل تقسيم اثنين فالتاو ماكسيموم لما نعوذ تي تساوي 2400 ملي متر والسي تساوي 0.03 متر والبولر مومنت طبعا عوضنا السي هنا بالسي الكبيرة ليش؟ لأنه عملية حساب التاو ماكسيموم تكون على السطح الخارجي يعني نعتمد الأوتر دياميتر والجي حصلناها تساوي 11.02110 أس سالب ستة متر أس أربعة التاو ماكسيموم حصلناها تساوي كم؟ 70.52 ميجا باسكال أما في الجزء الثاني من السؤال نعتمد آخر قيمة حصلناها للتاو ماكسيموم اللي هي 70.52 ميجا باسكال لحساب ماذا؟ لحساب نص القطر أو القطر لو كان صوليد شافت فهنا تكون معنا الجي باي سي أس أربعة على أثنين وليس مجوف ونسحب من القانون طبعا هنا راح تكون معنا كانسل الأوس أربعة ثلاثة ما الكانسل من هنا نسحب السي أوس ثلاثة ثم نقوم بالجذر التكعيبي لحساب قيمة السي وهي نص القطر تساوي 27.88 10 أس سالب ثلاثة متر يعني ميلي متر نضرب في الأثنين حتى نتحصل على قيمة القطر وهي تساوي 55.8 ميلي متر طبعا لو مرينا للتصنيع فالأفضل أن ناخذ بقيمة 56 ميلي متر أيسر في عملية التصنيع ترجمة نانسي قنقر